اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في المزرعة وراح يكون موضوعنا اليوم مواصلة مشوار التجديدات كذلك راح نقوم على الحقل الكبير غير الحقلين ذول الصغار لان الحقلين الصغار هذا اللي خلاص تممنا عملهم وانتهينا منهم وخلاص ما عاد نرجع لهم الان عندنا الشي المهم الحقلين الحقل الكبير وحشوف طيب الان احنا راح نبتدي اتمنى ان شاء الله من الجميع اللي غير مشتركين يعطونا اشتراك ونقول لهم شكرا هذه الحقلين اللي على يساري الان نشاهدهم خلاص تم زراعتهم واحد زرعناه كانولا واحد زرعناه قمح وعملنا لهم في ال فرتلايز وانتهينا من عندهم الان عندنا احنا شغلة في الحقل الكبير وهو ان الحقل الكبير تم الانتهاء من عمل تقريبا خلاص انتهى جاهز الان جاهز الاعمال بلوينغ خلاص خلاص بلوينغ خلاص وكالتفيت خلاص انتهى يعني الحقل الان جاهز للزراعة لكن ما قبل الزراعة نعمل له الفرتلايز او السمات فاش رايكم الان راح نعمل له السمات بحيث نخلص من الشغلة هذي طيب نقدر ندخل عن طريق هذي طبعا ما عندنا احنا سمات كافي فراح ندخل له بالطريقة هذي ونكلف ويركر بعمليات السمات وبعدها راح نزرعها راح نقول له فرتلايز راح ياخذه من عندنا بستمية وستمية وخمسة ما في مشكلة راح نقول له اعمل لنا السماد والله ما ادري هل هو وقته الان عملية السماد او لا لكن خلص راح نخليهم يقومون بالسماد وبعدها بالنسبة لي راح اختار زراعة الكنولة ان شاء الله حسب ما هو موجود معاي في الحقل هذا هذا الحقل موجود فيه كنولة واتوقع ان الكنولة سعرها جدا مناسب او سعرها جدا جميل مع الحقول الكبيرة راح تدخل مبالغ جدا ممتازة هذا الان العامل او اللي استأجرناه استأجرناه هو مع المعدة حقتها قاعد يقوم الان بعملية الفرتلايز يحتاج شوية وقت نتركه على راحته يشتغل ونروح نشوف كان فيه مهام او شي على الماب نقدر نخلصه نعمل علاقات نضبط الامور شوف الان هو قاعد يعمل فرتلايز مثل ما نشوف الخط المختلف الفاتح خلاص تم عمل الفرتلايز نشوف على الماب هل فيه مهام اولد ماشين بالويغن اه هذي البالويغن حقتنا هنا نيو كويست ترانشبورت وهنا بلو فيه حقل خلصنا عملنا لبلوينج ترانشبورت بلو خلصنا شغل اخدت شغل وخلصت وانتهيت من عنده اه فيها افنت هنا طبعا الماب يكون عليه افنت الافنت مثل ما نشوف هذا الكاس اللي باللون الاصفر هنا موجود افنت الافنت يقولون تجميع المشروم اتوقع البحث عن المشروم واللي حصل ما ادري يمكن يكون له مكافأة او شي انا بحاول كذلك ابحث وياهم خلنا نشوف شوي نضبط علاقات مع الناس طيبين يقول هل تسأل تسأل عندما تسأل من السلاح اوه ماذا تسأل هذا هل تسأل عندما تسأل من السلاح المخزن ما نقدر ما نقدر ما نقدر ما عندي ما عندي بينها علاقات عمل فقط ما بينه وبينها أي شيء خلنا نقولها عن الفرتلايز طيب عندك حيوانات تقدر تشتري الفرتلايز من المخزن الخاص للمبيعات و تقدر تقدر تجمع الفرتلايز عن طريق تربية الحيوانات عندك اوكي اوكي هذه شوية نافخة راسة علي ما نعرف ليش كلارا يعني طيبة معاي لكن علاقتي بينها وبينها عمل اوكي خلنا نبتتي شوية نعطيها كلمات حلوة صاحبنا يعني يبغى يخطب ود أي واحدة عشان يأسس حياته عائلة وتزوج طيب عطتها تشجيع شوي لكن ماهو بالحيل حبيبي وراك شغل روح شوف شغلك يقول لها أنت أجمل يعني كلام كلام كذا كلام مبسوطة من الكلام لكن ما زالت العلامة فوقها صفرة وغير مبتسمة يعني العلاقة صعبة ما زالت احتاج إلى وقت ظاهر طويل عشان أبني علاقات مع الجيران ويعني مثل ما نقول هذه طريقة الخطوبة عندهم طريقة الخطوبة أنك أنت في اللعبة هذه ترسل اللاعب حقك أو الشخصية اللي تلعب فيها ويبتدي يكون علاقات مع الناس يعني ما في روح خطوبة لبيتهم أو لبوها الكلام هذا مش موجود طبعا لكن تبشي الأمور بالطريقة هذه خلصوا الشغل لو سمحت لأننا ما حنا فاضين لك الحق الكبير المشكلة خاف أني أروح من الحقل وصاحبنا يهد الحقل ويترك العمل شوف قاعد الآن يعمل فرتلايز أتمنى أن يخلص جميع جميع ما في الحقل يخلصه بالكامل يعني ما أنا قادر أروح مكاني يا أخي هذا مدري شو عنده يدور خلني أشوفه ممكن عنده شي هذا قاعد يدور عند أوه يقول أنا مش هذا قاعد يدور مشروم طبعا العلامة اللي موجودة هنا علامة الكاس هذه علامة البحث عن المشروم هنا في موجود يبحثون عن مشروم بإمكاني أنا أبحث عن مشروم وإذا حصلت ما عاد يقول الله ويش راح يعطوني قد يكون يعطوني شي جميل قد يكون أكسب شي فيلا خلينا نتقطقوا وياهم طالما هذا اللي كلفناه بالعمل قاعد يقوم بالعمل أتمنى أن يحصل مشروم في عندهم كلام قاعد يسولفون سوالف يعني بيناتهم يأخذوني أعطون بالسوالف خلني أنشغل أنا شوي أدور مشروم علا وعسى أني أحصل مشروم معدي والله إن حصلت مشروم هل راح أعطيهم إياه يعني أنا شوفهم يتحركون من مكان المكان في الماب التجمعات الناس تبدو أنها يعني كل مرة يختلف المكان ويتجمعون فيبدو أن هذه فهم يتجمعون علشان طبعا ما يصلح أنك تدخل حقول المزروعة لأنك لو دخلتها راح يسحبون من السمعة حقتك ويسحبون أموال تقريبا يعني أنت تصبح إنسان مؤذي ودي أصيد أسماك لكن مو بكثير يعني ما عندي وقت ما في وقت عندي لصيد الأسماك يلا يلا خلاص خلاص فكنا أكان ودي أعمل طبخات وأوريكم نشوف أنا وياكم الطبخات راح إن شاء الله نشوفها راح نشوف الطبخات وياكم خلونا أول شي يجي الليل علشان نرجع إلى المنزل طبعا جانا المساء الآن يعني ابتدى يعني وقت يعني ما قبل النوم أو قبل المساء قبل ما يحل المساء ساعة خمسة واربعة واربعين دقيقة الأخ هذا متى راح يخلص والله ما أدري عنه كويس يعني أخذ أخذ مسافة يعني لسه الوضع أوكي يعني أنا حس إنه أفضل من أول ولكن ما زال الحق اللي يحتاج تسعة وخمسين في المية ما بعد الغروب خلاص رجوع للمنزل والسكينة وخاوينا يصنع لطعام ويريح على شام بكرة في عندي شيء مهم ودي والله أعرفه ويريت يعني اللي شاهدوننا وعندهم معلومة لهذا الشيء ودي بتسريع الوقت كيف نقدر نسرع الوقت بغير النوم طبعا النوم لما يروح صاحبنا إلى المنزل حقه والسرير اللي ينام عليه لما ينام ساعات طويلة من النهار من الليل تنقضي بسرعة وينتهي اليوم ساعة الآن ساعة الأبقار وساعة الدجاج هذه ساعتهم قبل ما ينزل الظلام خلني بخليه وراح أرجع بكرة الصباح وأشوف إيش هو قعد إيش سوى هل خلص لي الحقل بالكامل هل تعابط علينا ياخذ قروش وما يخلص والله ما ندري طيب راح أروح للأبقار أخذ منهم الحليب وبعدها لأن الأبقار لو تأخرت عليهم والله تأخرنا عليهم يبدو 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 تأخرنا عليهم ما راح يعطونني ما راح يعطونني للأسف طيب راح أخلي شغلكم بكرة أجيكم ونأخذ منكم حليب الصباح الدجاج كذلك نشوف كم دجاجة عندنا ما زالوا ست دجاجات ما يوجد بيض فيه ثلاثة فقط أنا مخليهم للتكاثر يعني يجيبون لنا صيصان اليوم ما في لنا نصيب ظاهر إني أخذت الشي هذا الصباح راح أنام أفضل هذا إيش طبعا ودي أوريكم شلون صار وضع المنزل حقنا الأرضيات غيرتهم وخلصنا الفينيشينج وخلصنا البويا وهذا شكله الآن الأرضية القديمة اللي تخبرونها خلاص شلناها وانتهينا منها وأصبح بهذا الشكل الجميل باقي للأرضيات الخشب مثل ما أنتم شوفون المطبخ أرضية خشب باقي ما خلصناها هنا خلص بكرة الصباح إذا أخذنا حليب راح نعمل طبخات الدرج خلصنا الدور هذا خلصنا فقط باقينا الأرضيات الخشبية إن شاء الله هذه الغرفة خلصنا أرضياتها الخشبية غرفة النوم وراح نخلي خاوينا ينام ونقول تصبحون على خير ويا صباح الخير أصبحنا على يوم جميل تقريبا إحنا في شهر يعني أشهر الصيف الأمطار تبدو قليلة يقول أنت نمت كويس والآن تشعر بأنك قوي أوكي كويس راح نروح للأبقار ناخذ منهم حليب والله راقدين لا أزالوا الآن أقدر أاخذ علشان نشوف وياكم كيف نصنع الحليب يبدو أننا لازم مرة واحدة ناخذ منهم ما أعتقد ناخذ منهم أكثر من مرة حليب خلص أخذنا منهم حليب كلهم بالكامل راح نشوف البيض كذلك هل يوجد بيض إذا يوجد راح أاخذ أوكي موجود بيض كل هذا راح أسويه وجبات البيض القديم هنا راح أتركه راح أخذ البيض اللي موجود هنا هنا غير موجود بيض والله الدواج وضعهم يعني بطيء جدا في في النمو أو في التربية أو أو في التكاثر جدا بطيء طيب الآن حصلنا إحنا على راح نروح للغرينهاوس راح أشوف ممكن نحصل على أحد النباتات اللي إحنا زارعينها في الغرينهاوس قد يكون آه طماطم آه لسه أخضر وهذا البطيخ بدأ يطلع بطيخ عندنا بدأ يطلع بطيخ لكنه صغير راح نعطيه ماء هذا نشغل الماء البخاخات تبخ ماء علشان تعطي ترطيب كويس الأمور ماشية أوكي نقدر نحط زيادة بطيخ علشان يستمر معنا البطيخ أنا حاط كميات كبيرة من البطيخ راح ننتظر إن شاء الله لما آه ينتهي الأمر هذا أو آه يوم أيام القطف راح نشوف معاكم آه طبخات في مطبخنا الجميل أعزو بي شينا هنا راح نشوف الطبخات طبعا هذه الطبخات كلها اللي موجودة عندنا راح يصنع لنا من هذا الشي يصنع لنا هذا الشي كلها تصير في علب الأسماك ممكن لا محتاج أسماك missing الأبل آه عندنا الحليب كميات كبيرة راح نزيد الكمية اللي نبغى ونضغط على آه كونسد ميلك أوكي خلاص الآن راح يطبخ لنا 11 من الحليب وسويهم 11 واجبة نرجع على البيض نفس الكلام آه صلنا عنا وحدة لا يا حبيبي لا تطبخ لنا وحدة اطبخ لنا الكمية بالكامل يعطيك العدد اللي موجود عندك بالكامل ويطبخ لك فقط تضغط على الشي ويعطيك الآن خلاص أصبحت عندنا الآن آه شوف هذه كلها طبخات عندي الآن أربعين من الحليب من أول كان مجمع والبيض عندنا 45 طبعا يعطيك كم فيها من كالوريز كم فيها من قيمة غذائية طيب عندنا حنا حقل التفاح ما اكتشفنا إلا بسبب الكلب والتفاح موجود عندنا كذلك التفاح له طبخات خاصة فيه راح أقطف التفاح استغرب أنك كل وحدة تقطف هالحال هذه وحدة هنا يا الله صعب صعب القطف فحبيت أقطف أن أسلافنا الأوليين أو آبائنا أو آباء اللي خوينا هذا يعني يزرعوا له إيش الصوت هذا والله عندنا تفاح كثير الحقل مليان آه يعني معناه إحنا راح نسوي طبخات آه يبدو خلاص خلاص خلصنا الحقل بالكامل وانتهى آه في باقي في باقي أتمنى يعني نخلص كله بكل هدوء هنا أنا شاه شفت شي هذه آه ما شاء الله كل ما قل خلصت آه طلع لي بحبة حبتين يبدو إن آه لسه الله لا ليكون أنا شكلي أقطف ويرجعون مرة ثانية ينبتون تقريبا خلصنا من قطف التفاح أو قطف الحقل بالكامل خنشوف 73 حصلنا على 73 من التفاح وراح نروح للمطبخ ونشتغل عليهم هذا يوم عداد الطعام في القرية عندنا طبعا الأفضل إننا نعدهم أو نخزنهم في المخزن نقدر خلنا شوف موضوع التفاح الآن عندنا 73 من التفاح أوكي نقول عطنا تفاح يلا يا حبيبي تفاح عطانا 73 وجبة من التفاح طبعا هذه لها أسعار وأنا يعني ماني خبير في الأسعار ممكن ناخذها ونروح للتاجر ونشوف كم تسوى طالما أنتم معايا الآن أفضل روح نشوف التاجر علا وعسى نحصل الكلب رجع مرة ثانية المكانة يا أخي هل جميل هذا وين راح نتركه نخليه على راحته نشوف التاجر يقول تبي تعامل أوكي نبغى نتعامل والله يوم عن يوم قاعدة تزيد الأغراض عنده قاعدة تزيد الأغراض وودنا ناخذ الندرون وهنا هذا لايت كم مية واثنى عش في درون بلف وثلاثمية وفي درون بخمسة الاف خمسة الاف عاد طيب خلنا نقول له كم تشتري هذه قيمة الوجبة الوحدة أتوقع ستة وخمسة وسبعين والبيض كل الوجبات آه التفاح بستة بستة يورو والحليب بستة وخمسة وسبعين طيب كيف نبيع لا يقول لي الجميع يجي باللقهر طرح الحبة الوحدة الحبة الوحدة تبيع حبها القيمة خلنا نبيع كويس أنا بجمع كمية كبيرة خلني أبيع بحيث أبقي لي عشر والله حتى عشر واجد والله دخلت المبلغ كويس شي جميل أوكي خلنا نبيع من البيض شوي طالما عندنا منتجات لكن راح نعرف بعدين كم سعرها عنده والله مبلغ جامد أوكي هذا راح يساعدنا علشان نشتري التركتور إن شاء الله الأيام القادمة خلنا نبيع من التفاح كذلك هل الأسعار راح تختلف بين فترة وفترة والله ما أدري هذا الشي مكفول شرايك ما راح طبعا نوصل إلى المبلغ اللي نبغاه كويس طيب نجي إلى المبيعات كيف يبيع لنا يبيع بعشرة يبيع البيض بعشرة الحليب بعشرة التفاح بتسعة شوف المكسب حقه عنده مكسب يضحك علينا طبعا دائما الأسعار مركبة على كذا لما تيجي تبيع تبيع بسعر لما تيجي تشتري تشتري بسعر مختلف كويس بيعنا من المنتجات منتجات مزرعاتنا ودي أخذ التركتر هذا التعبان نشوف في وقود في وقود نشوف هذا الديلر ويبدو هذا ديلر أيهو الأقرب هذا هذا الحقل أهلا يبغون يبعونه نسيت نسيت الحقل حقي يبغونه 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 هل تم الفرتلايز أوكي فرتلايز مية بالمية خلاص راح نعمل لها بعدين عملية البذور ونختار أول شي وش اللي راح نزرعه راح أختار إما بيرلي ولا كانون بحكم يعني فيهم عائد مادي كبير فرح نشوف كيف الوضع إذا جاب للتركتور هذا قيمة راح أبيعه راح أروح لتاجر المعدات الآن وأعرض التركتور هذا المنتهي عندهم علا وعسى يشترون مني وعلا وعسى يعني يجيب لي قيمة كويسة أوه 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 لا تبعد عن الجست هذه الصناديق لا تترك الصناديق تحصل أحيانا حتى أموال فيها أوكي شوف السنارة وأنا رايح شاري سنارة حرام والله لا أخذها وأسماك علبة أسماك وحدة وحليب واحد هذه كذا مرة أحصل على صناديق مثل هذه كذا مرة هذه مش أول مرة طبعا ما أمشي على الطرق أمشي بالطريقة هذه بالطرق الغير معبدة يعني بين الأذى وأحصل عليهم هلنا شوف نعرض نعرض سيارتنا قد يكون تجيب النقيمة ولا شي يقول أنتر سيل نضغط أنتر نبيح بكم 18 أو إيش برايس هذا البرايس حقها 18 1763 طيب وشبي فيها باي باي مع السلامة راح أرجع مشي راح أجيب الثانية بعد وأبيعها علشان نشتري تاركتر أفضل من هذه وين أولد بيكب آه كار أولد بيكب آه هذه فيها وقود خلاص راح أروح نفس الطريق اللي سلكته قبل شوي ونبيعها وإن شاء الله يعني نشتري لنا تاركتر جديد أسأتمنى تجيب لنا قيمة لا لا بتجيب لنا بجيب والله ذاك جاب لنا قيمة جامدة ما يدري والله خذوها على أنها أنتيك ممكن أنتيك يعني شي قديم خلينا نشوف الآن كم راح يجيب لنا قيمة ها أنا بعت كيف واقف هنا الله ما دري ما دري يمكن ينتهي اليوم وبعدين أود هم يابوني أشتري مرة ثانية القيمة 10,320 بيع أوكي جانا رصيد كويس بإذن الله عندنا البكاب الآن تقطق عليه وراح نشتري معدة بعدين ومشي أمورنا ما راح نضيع أكيد يلا خلنا نمشي نروح إلى وين أقرب واحدة هذه هذا الباس ستيشن القريب بين بيتنا دري أروح أشوف السنارة سنارة صيد الأسماء هل يشتريها مني أم لا هل فعلا اللي نقدر نحصل عليه نقدر نبيعه كير تريد وهذه السنارة عندنا سنارتين لو حبينا نبيع 195 14 طيب عنده كم قيمتها 292 والله أنت تطبل علينا ولو سالفتك هذا أنا أبغى أعرف حق إيش عندي ورود لكن وين أزرعها ما أدري خلينا ننتظر شوي إن شاء الله راح أشتري لدرون بعدين هذه درون وهذه هذه ريسنج درون وفي دار هنا مسابقات مسابقات للدرون طيب يعني تقريبا إحنا اليوم خلصنا راح نشوف الحقل آه الحقل خلاص خلاص الحقل خلاص انتهينا منه لا تفكر في الحقل الآن فكر في شي ثاني في عندنا صبغة هنا هذا الوود غلاس هذا الصبغ الخاص بالأخشاب آه لا والله يعطيني ست ها نصبغ هنا آه نصبغ الأخشاب اللي إحنا عملناها فقط آه فهمت عليه أوه شي جميل نعطيها دهان طيب في باقي عندنا حاجة مثل هذي غرين شنجل ما أنا بعارف إيش الغرين شنجل بصراحة هو للأسقف هو للجدران ماales ما نفاهم عليه ها ينحط هنا هل نقدر نعمله خلنا نعمله ونشوف إيش هو هل شكل حلو أو شوف غير اللون خلاه لون لون أخضر آه يعني هذا أسقف آها فهمنا عليها الآن باقي عندنا الورشة والمستودع هذا نسقفه وباقي عندنا المنزل حقنا ما سقفنا هذا الآن طلع لونه أخضر وصبغنا الأخشاب يعني نوع ما حسنا شي جديد طيب معناه هذا الـ Green Single أو Schengen طيب هذا إيش Concrete Blaster وهذا Finishing Coat اللي هو صبغة صبغة الجدران صبغة الجدران الداخلية طبعا كلها عارفينها تقريبا هذه الغرفة باقي السقف نصبغ السقف الجدران خلصناهم خلصنا الآن رح يعني معاكم اليوم رح نقضي شوي بعض الأمور لا هذا يبغى اللي هو السكراش اللي يخفي العيوب ما ناتا ما رح نسوي شي خلنا نشوف القرار بالزراعة زراعة حقلنا اليوم أو نشوف بعض الأعمال ما أدري يقايلين فيه ترانسبورت بعض المهام ترانسبورت هذه إيش ترانسبورت المشكلة لما تروح ديليفر ديليفر توانتي طوبيتو طيب يعني أنا لو رحت وصل 20 طماطم هل هم راح يعطونني صح لا ما أعتقد هنا سيلو فورسل غرينهاوس فورسل طيب خلنا نروح نشوفها كده بس هذا غرينهاوس فورسل كذلك خلنا نروح نشوفهم يمكن نستفيد يعني نقدر نشتري غرينهاوس ونقدر نشتري حقول لكن كيف المبيعات وين اللي يلبيع أكيد واحد منهم يعني مش معقولة كلهم خلنا أشوف لأول مرة ترى اتمر عليه الشغلة هذي إنها غرينهاوس للبيع ها انتر غرينهاوس فورسل وذلك كذلك هذا الطق كلهم مكبار باي شوفكم قيمت يقول بسعر مئة وواحد وعشرين الف لا يا حبيبي كثير 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 لكن تراه كبير جرين هاوس ضخم يعني جرين هاوس هل جرين هاوس هذه أضخم من اللي عندي تقريبا لكن والله كثير عليه ما يستاهل القيمة هذه ميش الكلام هذا ميش الفوضى دي هنا في جرين هاوس كذلك للبيع خلنا نروح للجرين هاوس هذا لأول مرة يعني الجرين هاوس هذه أنا شايف العلامات حقتها من أول لكن ما توقعت بها القيمة قيمة كبيرة أنت بتبيع من مزرعة كاملة ولا تبتبيعني جرين هاوس فقط وش إنتاجية الجرين هاوس وش الدخل العائد المادي من الجرين هاوس هل في عائد مادي كبير والله لازم ننتبه للموضوع هذا لأن الحقول أنا شوفها أسعارها أقل من القيمة هذه بعدين الجرين هاوس ما تستخدم السوشال بوينت اللي معاك يعني تشتري بدون سوشال بوينت تشتري بأموال فقط وهذا مكلف نفس الحجم أتوقع خلنا ننزل نشوف شي مكسر 46 شوف الفرق تراه نفس حجم ذاك ب46 فرق كبير يبدو ذناء نفس الشي نفس الحجم واللي هناك أصغر نفس الحجم خلنا نشوف هذا 46 ليه يضحك علينا هناك بذيك القيمة والله مستغرب أنا ليش ليش القيمة عالية مادي نفس الحجم ونفس اللهم هذولا يحتاج لهم صيانة هذا مرة تلفان اللي قدام أنضف واحد فيهم طيب اليوم يعني احنا طقنا شوي على الماب أتمنى إن شاء الله تعجبكم وتستمتعون مشاهدة حلقة جميلة من لعبة الفارمرز داينستي ونقول لكم إن شاء الله بإذن الله نشوفكم على خير في حلقة قادمة لا تنسون دعمنا الدائم اشتراك ولايك وفي أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة